السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو جماعة عمليين ايه اخبرك ايه ربنا يحرزكو يحفزكو جميعا يا رب العالمين تجي نعمل النهار تبقى امسا اعضايت ومن غير ولا نقطة الزيت نباتي خالص مش هنقليه هشوي جميل 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 ده اللي بينا نشوف انا عملته ازاي بطريقة سريعة وسهلة وبسيطة وطعم هيجيبك بجد لدي البتنجان هشوي بصو مش هطة ولا نقطة زيت بيدي اللون الحلو ده اللي احنا نقلي بنقلي بيدي شبه اللون ده احنا ايه هعمله اللون ده وهو مشوى ادها بالجميل ده اللي انت شايفين شاويته طبعا مجانو ولا نقطة زيت خالص بكنا انت وفرت الزيت في البتنجان هنزبقنا في الطاصة بشوية الزيت الزتون ومضطي العين عشان ده زيت الزتون عندي وممكن ما تحطيه زيت الزتون خالص يعني نقطة زيت الزتون وده تروم وفلفل وده تروم وفلفل ممكن تقليبين من السواحين من غير اي زيت بطا حتى بطا حتى تقليبين من غير اي زيت الزتون تخلص تغطيها واتبعا اضع غير اكثر تغطيها وخلص وخلص نقطة زيت الكهرباء وخلص عشان نقوم بتطوشك الفجرة كده. الطم الشاطر فهم يعني مفروم بس أنا عندي طم طرماء ومفرزاء. نقوم بتطوشك الفجرة. وحطوها من الأشياء. نقوم بتطوشك الفجرة. راك ملعين لما أفضل راكت حلوة بطراحة مع الفلفل كيف يحب زيت الزيتون راكت حب زيت عادي نباتي لو أحب زيت خارج يمكنك مبادئ في صنية غير راسقة هيا متحرها نضغط شوية اضع ثلاث خلق تبس رمان او معلقة سكر او عصر نحن اضع تبس رمان بدل السكر في الصرصة اضع تبس رمان بدل السكر اضع تبس رمان ملح اضع تبس رمان ملح اضع كمون اضع تبس رمان ملح شطة احط باقي شوية بابريكا كده باقي نقلب كله مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله و الله صلى الله عليه وسلم سلط لعيمها لكي تستخدم خلوة سلط لعيمها لكي تجدتها سلط لعيمة رحيتها بجأت طحفة بصوا يا غني تهيت طبعا نعيز اغلي معاها البتنجان بصوا البتنجان هوا ننزل عليه بالسلصة البتنجان يرجى معاها على أعلى عين لكي تشرب من الصلصة بصوا بقية الخلطة بسم الله جميلة 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 وهتعجبكو جدا وصعات حراج قليلة جدا وهتنفع فعلا للعملين ضايت اللي عندهم السكر زي حالاتين قلوكو كل سنة انتوا طيبين بقى وان شاء الله في فيديو جديد هنتقابل فيه أكل جديدة بإذن الله باي موسيقى